في وثائق سرية الإسرائيلية المسربة نشر مضامينها موقع المونيتور الإخباري الأمريكي كشفت الغاية الحقيقية للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة الفلسطيني فالغاية تكمن خلف إعلان نتنياهو في السابع من أكتوبر الماضي والذي قال خلاله إن خارطة الشرق الأوسط لن تكون كما كانت قبل هذا التاريخ إذن وحسب الوثائق المسربة فإن إسرائيل وضعت غزة بعد السيطرة عليها كليا أمام أربعة سيناريوهات السيناريو الأول والذي يحظى بأكبر دعم بين صناع القرار الإسرائيليين هو أن تسيطر مصر على قطاع غزة مقابل الإعفاء الكامل من ديونها الخارجية الضخمة وهو خيار قوبل برد مصري غاضب السيناريو الثاني إعادة قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا إلا أن اليمين السياسي الإسرائيلي يعارض بشدة سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة خوفا من توحيد الفلسطينيين في القطاع وفي الضفة الغربية تحت قيادة مشتركة أما السيناريو الثالث فيتمثل بتسليم قطاع غزة إلى تحالف دولي يتألف من دول عربية أو حلف شمال الأطلسي الناتو أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو جميعهم وفي السيناريو الرابع والذي اعتبرته إسرائيل حسب الوثاق المسربة بالإبداعي والذي يقضي بإنشاء جزيرة اصطناعية ضخمة قبالة سواحل غزة يقطنها أهالي القطاع بحيث لا تربطهم أي تحدود برية مع إسرائيل وتستولي إسرائيل على أرض قطاع غزة وتضمها إلى مستعمراتها وبما أن الحرب لا تزال تجري على الأرض فإن التنبؤ بمستقبل القطاع حتى مع هذه السيناريوهات يبقى رهن نتاج المعركة من ناحية والتعامل العربي والدولي معها من ناحية ثانية